سائل الكريم يقول ما هي أوقات إجابة الدعاء دلت السنة أيها الكرام المباركون على أوقات كثيرة مظنة إجابة الدعاء منها كما في الصحيح في السجود قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي السجود فأكثر الدعاء قامل أن يستجاب لكم قامل بمعنى حري أن يستجاب لكم وعلى الصفة وعلى المروى وفي السحر في آخر الليل وبين الأذان والإقامة دعاء ما بين الأذان والإقامة ما ما يرد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ودعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده هذه كل من مظنة إجابة من مظنة إجابة الدعاء والإنسان عليه أيضا ودعوة الصائم عند فطره كل هذه من أوقات مظنة إجابة الدعاء وأيضا بعد التشهد وقبل السلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام سل تعطى سل تعطى كلها تقع كلها تقع كلها تقع نعم أما رأيتم ذلك الذي قال لابنه إن كنت كاذبا فعل الله بك كذا وكذا فاندقت عنقه كما دع عليه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أموالكم ولا على أولادكم ولا على أنفسكم الإنسان دائما يكون عليه أن يكون إيجابيا في الدعاء ولذلك الشيخ السودس يحكى عنه لما كان في طفولته كان فيه من ما يكون من الأطفال يعني يرمي الأواني يعبث في البيت طفل صغير يعني فكانت أمه تدعو وتقول الله ما اجعلك إماما للحرم هذه إيجابية إيش الدعاء فلما عقد لقاء تلفازي مع الشيخ السودس فلما عقد لقاء تلفازي مع الشيخ السودس وسئل في ذلك ابتسم والابتسام والسكوت إقرار يعني ما حاب يزكي نفسه لكن دل على أن فعلا كانت هذه دعوة أمه له فما أجمل أن نحن ندعو بدعاء نكون فيه إيجابيين نكون ولذلك السؤال للشيخ بن باز يقول الرجل يقول كانت أم تنظف البيت فدخل الولد طفل سبحان الله فأتى بخبز فأكل فملأ الأرض شيء طبيعي فإذا بالأم لما رأت ذلك قالت الله يكتلك فخرج الولد من بيته مذعور طفل صغير إلى بيت جدته وكانت البيوت متجاورة فما أتى المغرب إلا وقد مات والله يسأل الشيخ بن باز يقول يا شيخ فهل هذه عليها شيء الآن في كفارة في دية في شيء إلى غير ذلك وجه الدلالة هنا الله يكتلك طفل صغير يا أخي الحبيبي هذا هو عادة الطفل ماذا يفعل فلو قلنا الله يهديك الله يصلحك لعلى الأوب تكون إيش في ذلك الوقت ساعة استجابة وقال عليه الصلاة والسلام واللاعن لا يكون شافعا ولا مشفعا يوم القيامة وجاء في الحديث الذي يكون فيه ضعف حديث فيه ضعف عند أهل السنن قال سيكون في آخر الزمان السقارون قالوا وما السقارون يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أقوام تحيتم إذا التقوا اللعن أظن عن شيطانك وينك حسبي الله على أمثال هادول الحديث قلنا فيه مقال لكن على كل حال اللاعن لا يكون شافعا ولا مشفعا يوم القيامة وعند أبي داود لما لعنت امرأة دابة قال لا تتبعنا دابة ملعونة سيبوها فانتبهوا لمثل هذا يا أحبابي